السلام عليكم انفجارات غامضة طالت العمق اليمني من جديد في الاربع وعشرين ساعتنا الماضية العديد من الوكالات والصحف اليمنية والعالمية هي التي تحدثت عما جرى مثل عدن الغد أو حتى المهرية دوت نت بالاضافة الى موقع أوسن ديفندر وحتى ان الصحافة والوكالات الاسرائيلية اهتمت بشكل غير مسبوق بهذه الانباع على سبيل المثال جروزهم بوست يدعوت احرنوت وغيرها من هذه الوكالات الامر مرتبط بشكل مباشر بصنعاء تحديدا التي طبعا تسيطر عليها جماعة الحوثي كما هو معروف بعض شهود العيان كانوا قد تحدثوا بانهم سمعوا اصواتا للطائرات تحلق فوق صنعاء وبعد ذلك جاءت عدد من الانفجارات هذه المصادر باكملها تتحدث باننا كنا امام خمس غارات كانت قد استهدفت اربع قواعد عسكرية خاصة بجماعة الحوثي ولهذا سمع دوي انفجار اربع انفجارات في حقيقة الامر على هذه القواعد وواحدة من القواعد التي استودفت بحسب هذه المصادر هي قاعدة الديلمي الجوية وبان الاستهدافات كانت قد طالت مصانعا ومستودعات خاصة بالطائرات المسيرة التي تمتلكها جماعة الحوثي لم يكن هناك اي طرف تبنى هذه العملية نهائيا ولهذا السبب كل اصابع الاتهام تذهب الى اسرائيل لان اسرائيل معتادة ان تنفذ مثل هذه العمليات ان كانت في سوريا ان كانت في لبنان او في اي مكان اخر دون الاعلان او تبنيها لهذه العملية الا بعد سنين طوال وخاصة انهم يستهدفون الان الطائرات المسيرة بحسب هذه الانباء وجماعة الحوثي كما هو معروف تستخدم الطائرات المسيرة بشكل مكثف على العمق الاسرائيلي وعلى السفن الاسرائيلية جماعة الحوثي لم تؤكد هذه الانباء القنوات الخاصة بجماعة الحوثي نفت هذه الانباء وقالت بانها اشاعات ولم تصل الى طريق ولكن في حقيقة الامر ان هذه الانباء ليست غريبة ابدا بكل ما يحدث اليوم مع اليمن وتحديدا ومع جماعة الحوثي خاصة واننا كنا امام انفجارا غامض اخر قبل اربعة ايام فقط وهذا الانفجار الذي نتحدث عنه هو جاء في جبل عطان بهذه الطريقة وبهذه الاسلوب وجماعة الحوثي قالت في حينها بانه عبارة عن محطة للغاز او مخلفات للسلاح قد انفجرت بهذا الشكل وبهذا الاسلوب ولكن عندما نلقي نظرة على طبيعة هذه الصورة على سبيل المثال لنتأكد من طبيعة هذا الموقع ستجد ان النقطة التي انفجرت هنا تحديدا بهذا الاتجاه وسنلاحظ بان هناك شكل مميز للاشجار بهذا الشكل بجانب هذا المبنى وهو الذي يساعد على الوصول الى هذا المبنى بالقمر الصناعين نلاحظ باننا امام عامود هنا عامود ثاني هنا وبجانبه شجرة كما هو واضح ونلاحظ بان هناك مباني مميزة خلف هذه النقاط التي اشرنا عليها طبعا وهذا يوضح ان هذه المباني عالية وبانها بعيدة ايضا اي تأتي بمسافة عن هذه العلامات التي نلاحظها امامنا وبالتالي هذه المباني طبعا هي مميزة بالشكل وتأتي بهذا الاتجاه وهذا الاتجاه الاخر وهذا الاتجاه الاخر اي انها باتجاهات مختلفة ولكنها ايضا تأتي يعني جنبا الى جنب وبالتالي اذا متجهنا وبسرعة الى جبل عطان لكي نتأكد من طبيعة هذا الموقع لنرى هل هو موقع مدني ام لا وبالتالي هذا الجبل طبعا بالقاء نظرة عليه النقطة الوحيدة التي تتطابق مع ما رأينا هي هذه النقطة تحديدا لنعود بالتالي قليلا الى عام 2022 لنصل الى صورة واضحة وعند التوقف هنا سنلاحظ باننا امام نفس الشكل لهذه الاسجار التي تحدثنا عنها بهذه الطريقة وبهذا الاسلوب هذا هو العمود الاول وهذا هو العمود الثاني وهذه الشجرة التي تأتي بجانب هذا العمود وهذا يوضح ان هذا المبنى تحديدا هو الذي ضرب طبعا نحن في عام 2022 هنا في نوفمبر بالتالي الصورة قديمة اكثر من سنة على هذه الصورة ونلاحظ بان بعض المباني مدمرة ويبدو بان المملكة العربية السعودية والتحالف العربية الذي تقوده المملكة العربية السعودية كانت تستهدف هذه المنطقة بشكل مستمر أين هي المباني ترى التي تحدثنا عنها التي قلنا بأنها من الممكن أن تكون بعيدة كما هو واضح من هذه الصورة سنجد هذه المباني موجودة بهذا الاتجاه كما تلاحظون نفس المباني تماما لا اختلاف أبدا مما نراه وستلاحظ طبعا بمجرد التوقف هنا ستجد فعلا أن هذه المباني تأتي بهذا الشكل باتجاه باتجاه آخر وبهذا الاتجاه وبالتالي هي طبعا تأتي بطريقة متناسبة ومتناسقة ومتطابقة مع ما رأيناه من علامات بالتالي كل شيء متطابق من العلامات ومن زاوية التصوير يعني كانت كل هذه العلامات حاضرة في هذه المنطقة كما نلاحظ وهذا يؤكد أن هذه النقطة بالضبط هي التي انفجرت بهذا الاتجاه وكذلك ما يؤكد أن هذه النقطة هي التي انفجرت أيضا من صور التحديثات للقمر الصناعي قبل وبعد سنرى هذه الصورة كما نلاحظ لهذه الساحة ولهذه المباني المدمرة لاحظ كيف هي مدمرة من الماضي وضح لك أن الموقع ليس بالموقع العادي أبدا هذه الصورة قبل وهذه بعد قد تكون الصورة ليست واضحة ولكن هي لنفس الساحة وواضح جدا وواضح هذه المباني بهذا الاتجاه تلاحظ مرة أخرى أيضا إذا ما كررنا قبل وبعد هنا قبل هنا بعد تلاحظ اللون الأسود واضح جدا من طبيعة الدخان للنقطة التي انفجرت وهذا يؤكد بالضبط هذه المنطقة لكن هل هي منطقة عسكرية؟ مرة أخرى نعم هذه الساحة كانت هناك صورة مرتبطة بجماعة الحوثي تحديدا يظهر فيها هذا المبنى الذي نراه أمامنا الذي تأتي فيه قبة ويبدو على شكل جامع كما نلاحظ بغض النظر هو مبنى طبعا تأتي فيه هذه القبة الصورة بالضبط متطابقة مع هذه المنطقة التي نراها أمامنا هنا بهذا الشكل لنكبر هذه الصورة قليلا لنرى أيضا الجبال طبعا هذا هو المبنى الذي أشرنا له والصورة طبعا يظهر فيها هذا المبنى وهذه الساحة تماما وأيضا هناك صاروخ متجه بهذا الاتجاه وشكل الجبال هذا كان ظاهرا لنأخذ اللون الأصفر ظاهرا بهذا الشكل هذا هو الشكل بالضبط للجبال الذي يؤكد طبيعة هذا الموقع في جبل عطان وهذه هي الصورة التي سنراها الآن هي المتطابقة مع العلامات التي رأيناها لاحظ لا فرق أبدا بالصورة كل شيء متطابق مع هذه الصورة تلاحظ بأنك أمام هذه الساحة وتلاحظ نفس المبنى المؤشر هنا الذي تحدثنا عنه وكذلك هذا هو الجبل وشكل الجبال الذي لاحظناه المتطابق تماما مع ما رأيناه وبالتالي جماعة الحوثي لديها صواريخ في هذه المنطقة ولكن الصاروخ متجه بهذا الاتجاه إلى أي اتجاه نياتورا إذا ما طابقنا مع القمر الصناعي وهذا هو الأمر المهم في كل ما نرى هناك حركة عسكرية في هذه المنطقة واضحة ستلاحظ أن الصاروخ متجه باتجاه البحر الأحمر بشكل مثير وتلاحظ أيضا إذا ما ابتعدنا قليلا الآن ستلاحظ بأنه يأتي باتجاه البحر الأحمر باتجاه جنوب البحر الأحمر هذا هو جنوب البحر الأحمر الذي نراه أمامنا وهذه الحديدة ومحافظة الحديدة اليمنية التي يسيطرون عليها وتعتبر نقطة انطلاق لعملية الاختطاف أو احتجاز السفن الإسرائيلية كما تقول جماعة الحوثي وكذلك أن النقطة في صنعاء هي نقطة متجهة بهذا الاتجاه وهذا يعني بأن قد تكون هذه النقطة التي يستهدفون أو يستخدمون هذه النقطة في استهدافاتهم بالصواريخ أو الطائرات المسيرة على هذه المنطقة وهي قريبة طبعا من مضيق باب المندب المهم والاستراتيجي للغاية وبالتالي هذه النقطة لم تضرب عن فراغ أبدا وهذا يوضح بأننا يبدو حتى من هذا الانفجار الذي تحدثنا عنه يبدو أن إسرائيل تقف خلف المسألة خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية عادة تتبنى هي الهجمات بشكل مباشر وهذا ما يفرقها عن إسرائيل عندما تحدث مثل هذه الأمور الغامضة وجماعة الحوثي أساسا قبل هذه الاستهدافات التي جاءت في صنعاء والانفجارات الغامضة التي نتحدث عنها جماعة الحوثي صعدت بشكل كبير على السفن الإسرائيلية الموجودة طبعا في البحر الأحمر كما تقول جماعة الحوثي عن تبعية هذه السفن فعلى سبيل المثال العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي هو الذي أكد هذه المسألة وقال بأننا استهدفنا سفينتين إسرائيلية موجودة على البحر الأحمر والقيادة المركزية الأمريكية قالت بالعكس أنها ثلاث سفن هي التي تم استهدافها بالصواريخ وبالطائرات المسيرة ويو أس أس كارني المدمرة الأمريكية المعروفة هي التي تصدت لأغلب هذه الهجمات ولكن إحدى الصواريخ المضادة للسفن تمكنت من الوصول إلى سفينة نمبر ناين التي ترونها بحسب تأكيدات القيادة المركزية وطبعا وصلت لها يو أس أس كارني بعد أن طلبت الاستغاثة وأطلقت نداء استغاثة طبعا لمساعدتها ولكن جاءت طائرة مسيرة أخرى وتمكنت يو أس أس كارني من استيادها وطبعا هذه المسألة هي مسألة كبيرة وخطيرة للغاية وخاصة أن هناك بعض الأوساط أو بعض الخبراء يتحدثون أن إيران متورطة في هذه الاستهدافات وبشكل مباشر وذلك عن طريق سفينة خاصة بإيران هنا موجودة في البحر الأحمر تحديدا وهي بهشاد التي ترونها الرقم 12 كما هو مخطط وكما هو موضح من قبل شيزو انتل هذه هي السفينة متمركزة هنا بهذا الاتجاه قريبا من السواحل اليمنية وهذه هي السفينة المتورطة التي نتحدث عنها وطبعا ما تقول عنه وما تتحدث عنه الأوساط الغربية أن السفينة في الثالث من ديسمبر كانت موجودة هنا هي متمركزة حتى قبل الاستهدافات الحوثية في هذه المنطقة هي سفينة تبدو عادية ولكن الاتهامات تذهب أن هذه سفينة تعطي الإحداثيات كاملة لجماعة الحوثي لتقوم جماعة الحوثي مباشرة بتحقيق الاستهدافات على السفن التي تمر في البحر الأحمر باتجاه طبعا مضيقي باب المندب وهذه السفن في الثالث من ديسمبر صوفي 2 نمبر 9 ويونيتي إكسبلورر هي كلها طبعا متواجدة كانت في هذه المنطقة والسفينة كانت حاضرة في مراقبتها وتم الاستهداف وهنا كانت يو أس أس كارني عندما كانت قد حاولت إنقاذها وأحد أهم الخبراء في هذه المسألة والخبراء فيما يحدث من الشأن الإيراني هو جيسون براتكي الذي قال بأن هذه السفينة هي تعطي معلومات استخبارية مهمة لجماعة الحوثي حول مرور هذه السفن وجماعة الحوثي تقوم بهذه الاستهدافات بشكل مباشر وطبعا جماعة الحوثي تصعد بهذا الشكل الكبير مع حقيقة تصعيد إسرائيل في قطاع غزة وهجوم إسرائيل المستمر على جنوب قطاع غزة فكان هناك تطورا بتحديث صادر من قبل الورمابر التي أوضحت بأن الأمور قد تغيرت هنا في خاصرة قطاع غزة لنأخذ صورة أقرب طبعا بالنسبة لقطاع غزة والفصائل الفلسطينية كانت تدافع بشكل مستمر عن مدينة القرارة التي طبعا إسرائيل طلبت من المواطنين أن يخرجون المواطنين الفلسطينيين أن يغادروا هذه البلدة الفصائل الفلسطينية كانت حاضرة في تحقيق دفاع كبير ضد الجانب الإسرائيلي الذي تمكن جانب الإسرائيلي في نهاية المطاف طبعا بعد ضغط كبير على هذه القرية تمكن من استغلال هذه المنطقة نعم الفصائل الفلسطينية تمكنت من التصدي للهجمات الخاصة بالجانب الإسرائيلي لكن الجانب الإسرائيلي بينما يشاغل هذه المنطقة كان يستغل طريق كيزوفيم وتمكن من التقدم بطريق كيزوفيم وتمكن من السيطرة على شارع صلاح الدين وبالتالي عزلوا دير البلح والمناطق القريبة منها مثل مخيم النصيرات عن جنوب قطاع غزة خان يونس ولم تتبقى إلا ثلاث شوارع فرعية حتى يصلوا إلى شارع الرشيد الموجود طبعا على سواحل البحر المتوسط بمجرد الوصول إلى هذا الشارع يعني أن إسرائيل سيطرت على هذه المنطقة وهذا هو التحديث الجديد لخارطة الورمابر كما تلاحظون لاحظ السيطرة على شارع صلاح الدين كما تلاحظون وحتى أن الواشنطن بوست الأمريكية كانت قد وضحت هذا الأمر بصور حية من القمر الصناعي عن طبيعة السيطرة الإسرائيلية على شارع صلاح الدين والصورة واللقطة التي وفرتها أو نشرتها الواشنطن بوست لتعود لهذه المنطقة بالذات هذه النقطة التي ترونها أمامكم وضحت بأن التجمعات الإسرائيلية أو أن إسرائيل شكلت عددا من المعاقل على سبيل المثال هنا وكان لديهم تحرك هنا ومعقل هنا معقل هنا ومعقل آخر هنا أي أقصد هنا تجمعات الدبابات أثناء التقدم لجعلها منطقة مؤمنة تستقبل اللوجستيات وتقوم بعمليات في الداخل وهذه هي الصورة القادمة كما هو واضح من القمر الصناعي توضح لك طبيعة التجمعات للدبابات والحركة للدبابات هذا هو شارع كيزوفيم وهذا هو شارع صلاح الدين وبالتالي هم حتى لديهم معاقل وتجمعات ما بعد شارع صلاح الدين أي أنهم حققوا أيضا تقدم مستمرا في هذه المنطقة هناك حتى تجمعات للدبابات موجودة إلى الشرق من كيزوفيم إلى اليمين من كيزوفيم أي هنا تلاحظ بأنك أمام أيضا تجمعات مكثفة من قبل الجيش الإسرائيلي وهذا تأكيد أيضا من قبل الواشتو بوست عن طبيعة المعاقل والتواجد للدبابات باتجاه شارع صلاح الدين بالتالي الأمور بدأت تصبح صعبة للغاية على خان يونس وحتى أن الجيش الإسرائيلي اليوم أعطى انذارا للمواطنين المدنيين الذين يريدون طبعا الخروج من ديار البلح على سبيل المثال مباشرة إلى جنوب طلبوا منهم أن لا يتقدموا إلى شارع صلاح الدين وأن يتخذوا من شارع الرشيد طريقا لهم للتوجه مباشرة إلى رفح طبعا لكي يتواجدوا في هذه المنطقة بالتالي جيش الإسرائيلي واضح جدا بأنه في موقف قوي للغاية الآن وواضح بأنه يخطط للتقدم إلى هذه المنطقة لعزل المنطقة الوسطية طبعا ديار البلح عن المنطقة الجنوبية في خان يونس ويفتح الباب أيضا لهم للتفكير بديار البلح ولكن طبعا الأهم هو أن يسيطروا على هذه المنطقة الفارغة للإطباق عليها والضغط على خان يونس خاصة وأنهم حققوا تقدما هنا وهنا وهنا وهذا ممكن أن يتسع للطرق الرئيسية المرتبطة في عمق خان يونس والجانب الإسرائيلي يضرب خان يونس بشكل عني في كل ليلة وحتى في النهار من أجل تحقيق تقدم أسرع وكانت هذه لقطات من صباحي هذا اليوم من طبيعة الضربات التي تطال خان يونس والتي ترى إسرائيل بأنها نقطة تواجد أهم قادة حركة حماس أهمهم طبعا يحيى السنوار بالتالي الأمور تتصاعد بشكل أكبر في اليمن وفي المنطقة بشكل عام مع تصاعد الحربي في قطاع غزة